جدد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم تأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وبكل الوسائل الممكنة وخلال استقباله وزير الخارجية الإسباني أكد الملك أن ما يشهده القطاع من أوضاع مأسوية يتطلب تحركا دوليا عاجلا للحد من تفاقمها منبها إلى أهمية مواصلة دعم وكالة أونورو لتمكينها من القيام بدورها الحيوي وأعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة ومحاولات الفصل بينهما باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة لا يمكن السماح لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو بتقويض أمن المنطقة واستمرار الحرب وتشريد أهل غزة وتجويعهم نداء أردني أطلقه وزير الخارجية أي من الصفد اليوم خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسباني وأكد الصفدي أن تعنت الاحتلال في رفض وقف الحرب وإيصال المساعدات إلى القطاع يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم وهو ما اتفق عليه الوزيران ومن جهته عبر وزير الخارجية الإسباني عن رغبة بلاده بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تدعمه أكثر من تسعين دولة ولفت إلى مشاركة بلاده في عدة انزلات جوية فوق غزة معربا عن ثقة إسبانيا بحنكة الأردن في تنفيذ هذه الانزلات وسط ضبابية مفاوضات القاهرة خلال الأيام الماضية نفت حركة حماس ما نشر على لسان مصدر مطلع لديها أنها تلقت عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة وعن عودة النازحين تدريجيا أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل داعية الإعلام إلى تحر الدقة في نقل الأخبار وعدم التلاعب بمشاعر الفلسطينيين وعلى الصعيد الميداني وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غراته على مناطق دير البلح ومخيم الانصارات وسط القطاع ومدينة خانيونس جنوبا مخلفا ثمانية وثمانين شهيدا ومائة وخمسة وثلاثين جريحا في عشر مجازر خلال آخر 24 ساعة وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى واحد وثلاثين ألفا ومائتين واثنين وسبعين شهيدا وأزيد من ثلاثة وسبعين ألف جريح وخلال الساعة الماضية استهدف الاحتلال مقر توزيع مساعدات تابع للأونروا في رفح كما قصف بمدفعيته حي الزيتون جنوب الشرقي مدينة غزة ما أدى لسقوط شهداء وجرحة رغم ظروف الحرب والجوع في قطاع غزة استقبل عدد من الغزيين أول أيام الشهر الفضيل بطبق الملوخية في محاولة لاستجلاب تقوص رمضانية سابقة قضوها تحت سقوف بيوتهم مع أحبائهم اعتدى الفلسطينيون هنا في قطاع غزة طبخ الملوخية في أول أيام رمضان هذه العادة رغم الظروف لازال هناك من يحافظ عليها هنا معنا عائلة فلسطينية انتعرف عليك يا خلدي إن شاء الله محلمي شرابة خلدي محلمي انت عامل ملوخية اليوم صحيح ملوخية إن شاء الله وفتروا عنا إن شاء الله في شهر الفضيل أول يوم الملوخية منجيبها أول يوم إن شاء الله عشان نكون عتبة شهر الفضيل كله خضرة لأن للأمانة بتباركنا إن شاء الله وإن شاء الله يا رب الله يكرمنا ونرجع ع بلادنا ونطبخها إن شاء الله في بقية رمضان في بيوتنا اللي نازلة اليوم يا خلدي انت هذه عادة غالبية الفلسطينيين في غزة انت من الناس اللي كنت تعمليها في رمضانات اللي فاتت الملوخية صحيح والله إحنا تقريبا إن عشرين سنة أول يوم من حب نطبخ في شهر الفضيل هي الملوخية هناك من وجد طعامه في أول الأيام ولكن ثمت الكثير من الفلسطينيين لم يجدوا ما يأكلونه في أول أيام شهر رمضان هنا عائلة فلسطينية نتعرف عليك إبراهيم طاطح من إزة ومن حيزة ومن غزة إبراهيم أنا وأنا ماشي لفتني القدر اللي انت ماسكوا الطنجرة فارغة إيش الفكرة؟ هذا أنا حقيت الساعة انتين والمغرب بأدن بعد أربعة ساعات أو ثلاثة ساعة من الآن أنا بأذهب على رجلية بأمشي كمصاب أنا بتعرض لا يصابه عندي عاقة بأكتر ألف كل المخيم هان عشان لقي لي وجبة عدس أسكر جوع أولادي لأنه ست شهور هذا الحرب يعني أنا عاطل عن العمل من أين بدأ جيب بأكتر ألف كل المخيم هاد عشان بس أجيب لجمة لأولادي ورغم ذلك لكنهم يقول الحمد لله هذا عمر الله وبدأي مشى على الكل وخلال هذه الحرب اعتمد الفلسطينيون هنا في غزة على ما يعرف بالتكيات أو المشاريع التي من خلالها تقوم مجموعة من الشبان أو المتطوعين لصنع بعض الأطعمة لتوزيعها على الناس الآن هناك عائلات فلسطينية تنتظر يعني ما تطبخه أو ما تصنعه وتطهوه من طعام يعني كالعافي إيش فطور كل يوم والله فطورنا فيه تكية هان طبعا للناس هان في الخيام هان للنازحين اللي هو مجدرة اليوم مجدرة يعني أيام الأولى تكون مجدرة دايما نحن بنعرف أنه الأيام الأولى بيكون كلها خير وصفرة ما شاء الله صحيح هذا لو كنا في بيوتنا وإحنا نازحين من غزة هان والناس هان غلابة وانت عارف يعني هان مجدرة لأنه مش واضع طبيعي إحنا إحنا نازحين من غزة هنا في رفاح مش عايشين يعني في أوضاع طبيعية في خيام كنا في دورنا قاعدين وهذا لكن لقد اليوم في خيام مترين ونص في مترين أنا وعيلتي كلنا مترين ونص في مترين ونص عيلة كاملة طب إيش الببنعك ما تنزل على السوق تشوف وتجيب بضاعة وتجيب روز وتجيب الشغلات هاي كلها أول شي اللي بضاعة شحيحة هي أنه إحنا فيش إش بمرك هان اللي بضاعة شحيحة واللي بضاعة غالية وفيش يعني بضاعة غالية جدا هان وشحيحة مش كتيرة في السوق يعني كتير اللي بضاعة والناس بتقدرش يعني كل الآن ناس تكالة على التكية تركنا عالفة رمضان على التكية مقدروش يشتريوا دورات هاي بطبيعة الحال الفلسطينيون هنا على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة التي يواجهونها خلال هذه الحرب ومع بدء شهر رمضان الذي يحتاج للكثير من الاحتياجات اللازمة يعتقد الفلسطينيون بأن رمضان كريم غاز العلول رؤيا غرب رفح تفيد معلومات وردت لرؤيا بأن الشخصية الفلسطينية المتوقع تكليفها بتشكيل الحكومة الفلسطينية خلفا لمحمد اشتية هو السياسي والاقتصادية الفلسطيني محمد مصطفى على بعد كيلو مترين جنوب مدينة سورة لبنانية سدد طيران الاحتلال غاراته اليوم استهدفا سيارة في منطقة الحوش ما أدى إلى اشتعالها واستشهاد شخصين وإصابة آخر ومع إعلان الاحتلال قتله قياديا في حركة حماس اصناعت الحركة الشهيدة من كتائب القسام في لبنان هادي علي مصطفى الذي سقط في الغارة ومع مواصلته استهداف بلدات حدودية جنوبية قالت الخارجية اللبنانية أن التصعيد جنوبا يعكس رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة للحرب دعية المجتمع الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتصعبة يشكو مواطنون في مادبة من ارتفاع أسعار دجاج نتفات مع بداية شهر رمضان بأكثر من نصف دينار للكيلو مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الفضيل التجار أرجعوا الارتفاع إلى المزارعين الذين يبيعون الكيلو بواقع دينار وثمانين قرشا ليباع للمستهلك بقرابة دينارين للكيلو لافتين إلى أن الأسعار مرتفعة ولا يملكون حلولا لتخفيضها من جهته أرجع عضو الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن إبراهيم الرواحني الارتفاع إلى تهافت المواطنين على الشراء بكميات كبيرة فضلا عن نفوق الدواجن في بعض المزارع فيما طالب مواطنون الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها الدجاج قبل أسبوع أو أسبوعين ثلاثة كنا نأخذوا 120 قرش 130 الوصل للدنار نص أما هذا الآن بليرتيل فلماذا هذه الارتفاع لا أدري على ما بنسمع من المزارعين أن الجاج قليل في المزارع يعني تحميله وبيوصلنا للمحل 185 قرش إحنا بمبيعه بدنارين هو كتير وسعره مرتفع المعالجة كلها كل عند المزارع الجاج قبل فترة يعني كنا منبيع من 130 يتراوح لديرة ونص يعني الحكي هذا من 20 يوم شايف فجأة ونرتفع الجاج لما دخل علينا موسكو برمضاء وكالعادة كل شنة نترككم الآن مشاهدين مع الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة للليلة وليوم الغد موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة